نرحب دكتور محمد شاو إيزاك يا دكتور أهلا أمرين بيزايا حضرتك أخبار حضرتك إيه يا فنديم كله تمام الحمد لله فن ربنا يخل طيب الحمد لله دكتور شاو إيه النهاردة كان أو كنتو حضرتك في استقبال هذا الوافد وفد اللجنة المنظمة لبطول الدوري كرة القدم الإفريقي من وجهة نظرك حضرتك شفته النهاردة إيه هلو أهلا كابتن سلام تفضل يا دكتور الحمد لله فنديم طيب وضعنا حراك ما سمعتنيش الجزء الأول بس كنت بسأل حضرتك اللجنة المنظمة أو وفد اللجنة المنظمة لبطول الدوري كرة القدم الإفريقي النهاردة كانوا موجودين وحضرتك كابت الخطيب طبعا وحضرتك كنتوا في استقبال هذا الوافد حضرتك تقول لنا إيه اللي حصل النهاردة والأمور رايحة على فيه والله أولا كان كابتن حمود طبعا موجود وكان معنا المهندس خالد مرتاجي كمان هي كانت أحد السيارات الأولية لللجنة المنظمة نعم أولا قبل الاجتماع بطول الدوري كانت تفقدوا السابق قاهرة والأجزاء الملحقة بيه وفي نفس الوقت كانوا هي أحد السيارات الأولية لأنهما كانت يتلقوا النهاردة قالوا الأمور يعني الزدايات للصنديم والريجيليش الصنديمية كلها من طرفهم وكانوا بيتلقوا أسئلة تلقوا أسئلة من المهندس خالد ومننا ومن كل إخوة اللي موجودين في اللجنة المنصبة كوازر النادي والحقيقة هما كانوا يعني المتحفظين في الإجابات بعض الإجابات جاوبوا عليها بشورة مباشرة وبعضها قالوا أنهم يفضلوا بما يرجعوا آآ تاني لأنه يجيش أمش للزيارة الوحيدة يكونوا في زيارة الأولية لكي زيارات التخبالية قريبة للصنديم فبعض الكفرات وقالوا أنهم يجيبوا إجابات إن شاء الله بعد